بعد أيام من بيانهم الذي طالب الرئيس هادي بالاستغناء عن دور دولة الإمارات في التحالف يتوجه الثلاثة نحو عمان في زيارة وصفت بالرسمية وثلاثتهم نائب رئيس البرلمان عبد العزيز جباري ووزير الداخلية أحمد الميسر ووزير النقل صالح الجبواني عرف عن الثلاثة موقفهم المناهض لمساعي الإمارات في تقويض الشرعية وانتقادهم لتماهي الدور السعودي مع ما تفعله الإمارات ومعروف أيضا أن التوجه إلى مسقط عادة ما تكون دلالته مرتبطة بنوع من المباحثات أو بشيء من الترتيبات مع ميليشي الانقلاب في صنعاء خصوصا وأن مسقط تمثل الدور الوسيط في هذا الجانب منذ انطلاق الحرب على اليمن في مارس 2015 لكن التفكير بهذا المنح كان محل نفي قطعيا من قبل وزير النقل الذي أكد أنه لا يمكن الارتهان لأي من الانقلابين واصفا الزيارة إلى عمان بالرسمية وهنا تتعدد التحليلات والرؤى فالبعض يرى بأن الشرعية تشتغل بأجنحة وجبهات عديدة بينما يرى البعض الآخر بأن الهدف من الزيارة قد يكون نوعا من ممارسة الضغط على المملكة السعودية المساندة لعبة الإمارات في اليمن لكن هناك من يقرأ الزيارة ضمن حالة الاستقطاب المحموم خصوصا وأن السلطنة دخلت مؤخرا في هذا الميدان وأصبحت تشتغل وفق مصالحها وما تره من خطر سعودي إماراتي يتوسع في الجهة الشرقية من اليمن بالقرب من حدودها ويشكل تهديدا خطيرا على أمنها القومي ترجمة نانسي قنقر